مساء الخير وتحياتي لكم جميعا، بهذا الفيديو رح يكون حديثنا حول ريديمتل، وسائل تعبير، لكن رح ناخد وسائل هالتعبير من خلال مرادفات للفعل كونن، زونونوم فيو كونن، لو أنا ما بدي أستخدم الفعل كونن يستطيع، فأنا عندي مجموعة من ريديمتل اللي هي مرادفة لمعنى الفعل يستطيع. القناة اسمه Deutsch ist eine Chancelle. كما دائما نتمنى على الجميع دعم القناة ولكم كل الشكر سلفا. الفعل كونن، بهذا الفيديو رح نتحدث عن خمس مرادفات له. رح نشوفون ورح ناخدون بأبسط أشكالون، لكن هدول ممكن نطورون نفسون لنحولون لأعلى مستوى من مستويات اللغة بجمال طويلي شوي. بالفيديو السابق كان عنا جملة إش كان كلابية شبيلن، أنا أستطيع أنه أعدد لبيانه. نفس الجملة ممكن أقول إش هاب دي فيهش كاي كلابية تسو شبيلن، رح نشوف بغالبية الجمل لأنه التركيبة بيسمح بذلك تسو بلوس انفينيتيب، وهذا أفضل مكان للتدرب على فكرة تسو بلوس انفينيتيب. شاب دي فيهش كاي كلابية تسو شبيلن، أنا لدي القدرة أن أعزب لبيانه. نفس المعنى، لدي القدرة أنا أستطيع. لكن لا يعني أنه هن مرادفات أنه نفس المعنى مطلق بشكل مطلق، لا، ممكن أحياناً يكون فيه مرادف معين يستخدم فيه مكان أكثر من مكان آخر، لكن اليوم مثل ما أنا رح نتحدث عن الأمور العامة وبجمال بسيطة. شاب دي فيهش كاي تسو زاقن، عادة بجلساتنا العامة بيكون في جدل حول موضوع، واحد بيقول أنا عندي القدرة لدي القدرة أن يقول مين أخطأ، أنا لدي القدرة أن يقول كذا، هون الفكرة شاب دي فيهش كاي تسو زاقن، لدي القدرة أن أقول، وهون تركناها للي بيحب يكتوب جمل. كمان إش هاب دي فيهش كاي ليبة تسو زاقن، لما واحد بيجي بدأ يعبر عن مشاعر الحب اللي عنده، واحد بيقول لك أنا عندي القدرة أن يعبر عن هالشي، إش هاب دي فيهش كاي ليبة تسو زاقن، أن أري هاي المشاعر، لكن بنفس المعنى إش بن فيهش؟ أنا قادر، هناك أنا لدي القدرة مع الفعل هابن، هون أنا قادر مع الفعل زاين وفي معه صفة، لكن مع الفعل هابن بنشوف اسم، إش هاب دي فيهش كاي ليك اسم، إش بن فيهش؟ يعني أنا هون معناها أنا قادر أن أطعم عائلتي، إمتى ممكن تنقال هاي الجمدة؟ ممكن يكون في جدل حول شخص ما عم يلتزم كثير بعائلته، كذا يجو ناس بدون ينصحوا وعم يحكوا معه وعم يتجادلوا معه، فهو أخذ الموضوع إلى جانب آخر، أنا قادر عن أن أطعم عائلتي، يا أخي الموضوع مو بس إطعام العائلة، موضوع التزام وا 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 وا، إرنير يطعم، يعني أمن لهم المستلزم، إش بن فيهش دي فراغة زو بانفورتم، يعني أنا قادر أن أجيب على السؤال، زو بانفورتم، إش بن اندير لاغة كلفية زو شبيلن، أنا قادر، إش بن اندير لاغة كلفية زو شبيلن، نعرف إنه هذا من تركيب البيت، لكن إش بن اندير لاغة كلفية زو شبيلن، يعني إش بن فيهش، أنا قادر أن ألعب لبيان وأن أعزف لبيان، فلاشت بنش اندير لاغة دي داباي زو هلفن، يعني ربما أكون قادر على مساعدك في شيء معين، في ذلك، دي داباي، ربما، ما أنا متأكد، ما أنا حاسب، فلاشت بنش اندير لاغة دي داباي زو هلفن، حيانا بنقول، والله يمكن أحسن نخدمك بهالشغلة وساعدك، أو ممكن ما أحسن، نحاول. كمان مجموعة من الأصحاب في عندهم مشكلة أو واحد ببيتك، واحد عم يقول إذا بدك منساعدك كذا، أنا لدي القدرة، أنا قادر هنا، مع الفعل زين، أنا قادر أن أحل هذ المشكلة، تصيب قبلي سلوزن، أنا قادر أن أكتب رسالة بالألماني، مثل ما قلنا الجمل عم نحطها بسيطة جدا لنوضح فكرة التركيب وعلاقته بالبقية، يعني لدي الإمكاني، طبعا هذا مرادف آخر، يعني عندي الإمكانية أن يوفر مصاري كتير، منين عم يتناقشوا، وعم يقول له شغلي كذا وشغلي كذا، وبالآخر قال له عندي هون بهذا العمل عندي هالإمكانية أني أوفر مصاري كتير، من الأولى بحياتنا العامة، يعني ما عندي الإمكانية أني أعرف، إذا كان فلان صادق أو كاذب، إذا كان فلان عنده مشكلة ولا ما عنده، ما عندي إمكانية أني أعرف، ما عندي إمكانية أني أعرف كيف فلان تصرف التصرف، لذلك حطينا أو أي خيار آخر ونكمل جملة، كمان خيار آخر، مرادف آخر، هون استخدمنا، قلنا، مع الفعل هابن، وفي اسم وراها، هون عندي الفعل زين، وصفة، إنه ممكن، مورغن، مورغن، زو دي، زو كومن، أنا آتي إليكا، غدا، يعني إنه مرتب أمورو بإنه إحسن يجي، بكرا، اس است ميقلش وند نوتفندي، ممكن ومهم، حانا بنقول هالشي ممكن وهو مهم، اس است ميقلش وند نوتفندي، طبعا ممكن أحط فاصلة وكمل بجملة، وممكن أنهي بيكون بسياق حديث، كمان إش زاقة اس است ميقلش دي بخوفونك زبشتين، واحد عم تناقش هو صاحبه، عم بيقول له أنا بقول، أنا أقول اس است ميقلش، إنه ممكن دي بخوفونك زبشتين، أن تنجح بالامتحان، أن تجتاز الامتحان، يمكن هداك دارس بس خايف وكذا، أو إنه بده يلغي الامتحان، عم بيقول له إش زاقة اس است ميقلش دي بخوفونك زبشتين، اس است ميقلش وند نشت كومبلتسيرت، إنه ممكن وما نمع أد، اس است ميقلش وند نشت كومبلتسيرت، متل ما شايفين الجمعة عم حاول نستخدمها بحيث من الاتسفاي حتى البيتسفاي، تستخدم وممكن توسيعه، فيتاهن است است ميقلش، بيكون بسياق نقاش، بيقول له بالإضافة إلى ذلك، إنه ممكن أن، ممكن إنك تعمل كذا وكذا وكذا، فيتاهن، بإضافة إلى ذلك، فضلاً عن ذلك، فيتاهن است است ميقلش، تركناه هون للي بيحب يكتب شيء، طبعاً نفس الفكرة، ممكن نقول اس است ميقلش، بالنسبة لي مقلش، ممكن، ممكن نقول كمان اس بش تيت دي ميقلش كايت، يعني الإمكانية متوفرة، يعني فيه إمكانية قائمة، اس بش تيت دي ميقلش كايت، كمان بالأخير، عنا هالمرادة، اش هاب دي جي ليجنهاي، أين أندرس آوتو، سو كاوفو، التركيب اللي عم نحكي عنه هون، والمرادة، اش هاب دي جي ليجنهاي، لدي الفرصة، منقول فرصة أو مناسبة، تجي بسياقين، شاب دي جي ليجنهايت، مع الفعل هابن، بكل الأمثلة اللي مرأوا، منشوف هابن، منشوف بعدها اسم، إذا فعل زاين، منشوف بعده صفة، اين أندرس آوتو، تسو كاوفو، واحد عم يقول له ليش اخترت هالسيارة، عم يتجادل وعم يحكي له نصائح بعض النصاح، قال له كمان لسا عم ديد فرصة، اني اختار غيرها، اشتري غيرها، أين أندرس آوتو، تسو كاوفن، هون بسياق معين تعني القدرة، شاب دي جي ليجنهايت، جنوزت، يعني أنا استغليت الفرصة، لكن هون سياق آخر، شاب دي جي ليجنهايت، جنوزت، نوتسن، أن ننتهز الفرصة، لهو بنتي هذا الفيديو زميلات زملاء، إذا في أي ملاحظة أو تعليق، ياريتكم بأسفل الفيديو، شكراً لكم جميعاً، أصدقوا، لكم غيرها، أيها már لا تستغلل، حيث تأتزفزززززززززززززززززززززززززززززززززةززززززززززززززززززززززززززززززززز. شكرا